مولت المحكمة ارتاح ميقاتي فلبنان لم يخل بالتزاماته الدولية في عهده رحب سليمان فبلاده تجنبت الغوصة في مرحلة ضبابية مقلقة هلل بر لنجاح المخرج فهو صانعه الأول بامتياز قبل عون وإن على مضض حزب الله الملتزم الصمت حتى الآن بارك وإن رغما عنه أما فريق الربع عشر من آذار فرحب بالمبدأ رغم التحفظ على الآلية الأهم في كل هذا الموضوع هو تجنيب لبنان مشاكل وإخراجه من الشرعية الدولية عندما يتمنع لبنان عن القيام بالتزاماته تجاه الشرعية الدولية والمحكمة الدولية طبعا هي جزء من هذه الشرعية المهم هي تتمول المحكمة ويجي المصاري من لبنان للمحكمة الدولية هذا الأهم هلأ اليوم كيشو الألية وإذا هي ألية دستورية وغير دستورية هذا الشيء حكومة يستفلوهن بين بعضهم إذا منهم قدرين يتفقوا على حكومة وإذا الرئيس ميقاتي بده يحفظ راسه وبده يحفظ حكومته وبده يلاقيوا هيدا الطريقة تحفظوا على ماء الوجه بالحكومة هنه يعملوا اللي بدوني إذا بالآخر هنه خليوني يعترضوا بين بعضهم ويشوفوا هنه شو اللي بننسبون نحن بالنسبة لأن المهم تتمول المحكمة الضرورات تبيح المحظورات قاعدة قانونية استعانى بها غانم لتوضيح المخالفة التي حصلت هذا خليني أقول التحويل الذي جرى أكيد منه مية بالمية أنوني لأنه مجلس وزراء مجتمعا هو الذي يملك السلطة السلطة التنفيذية ومن هذا المنطلق إذا كان يحق لرئيس الحكومي تحريك حساب لدى مصرف لبنان هو بأمره هذا الحساب لدى المصرف أو مصرف لبنان مخصص لأمور معينة لا يمكن أن تكون المحكمة داخلة بهذه الأمور وبالتالي هناك قليني أقول تجاوز على هذه الأمور وهذا يشكل طبعا مخالفة خليني أقول من جهة تانية في حال ويجب استرداد هذا المبلغ لهذا الحساب يعني هالحساب بطلع بأنه يرجعوا يسكروا من الموازنة باعتقد أنه هون كمان بده يرجع يضطر رئيس الحكومة إلى مجلس الوزراء من أجل تغضية هذا المبلغ مجددا هل ممكن أن الوقوع في مأزق جديد عندما سيعود إلى مجلس الوزراء؟ لأنه مجلس الوزراء مرح يحكي بمحكمة يحكي أنه في حساب برئاسة الحكومة ناقص رنقول 35 مليون دولار ما ننسكره بسكره تحويل بيصير للحساب ما بيعود إلى علاقة المحكمة هل هي سابقة أنه تسير الأشياء بهذه الطريقة؟ دائما في لبنان هذه الطرق المعتمدة ما زالت معتمدة وستبقى معتمدة ويبقى السؤال طالما لبنان سيدفع حصته من التمويل شاء أم أباه؟ هل كان من الضروري اللجوء إلى كل هذه الآليات الملتوية؟ ترجمة نانسي قنقر